سكان دوار الجعافرية بضائرة مازرة ينشدون السلطات المحلية بالالتفات لانشغالاتهم التي تصب كلها في حيز التنمية وتوفير أولويات المواطن أشكر الشرق هذا التلبية تطالب إحنا دوار الجعافرية عنا 15 ساكن رحي من عدم فيها كعرباء وطالبنا السلطات المعنية والرد نطلبهم من السلطات تشوف في الأمر تانا هنا عنا انشغالات على الماء أنه 15 ساعة في كل 15 يوم يوصلنا الماء والشبكة واصلة وكلش عندك في كل 15 يوم يطلقوننا الماء ودت ساعتين هنا نشره ب150 ألف للسيتارنا بنفس القرية تؤرقهم طريق الكعبشية منذ زمن طويل وتشكل هاجزا للمواطن خاصة في فصل الشتاء وبعد استماعنا لانشغالات المواطنين انتقلنا مباشرة إلى رئيس بلدية ماسرة أين أدلنا بالتصرح التالي استفادوا في إطار التنمية الاجتماعية والاقتصادية لسنة 2021 بطريقين أنززة في هذه السنة 2021 وذلك المنطقة مستفيدة من حطين للنقل المدرسي الموجود بهذه المنطقة لنقل التنمية المدرسة الموجودة بأولاد ممن إلى المدرسة الموجودة بجعافرية أما بالنسبة لكهرباء راه موجودة على مستئوى مديرية الطاقة مشروعين مشروعين بالنسبة للإنارة الريفية والإنارة العمومية تبتت مياه موجودة في هذه المنطقة الربط الحقيقي مئة مئة الراديو هي من الكفلة بهذه المنطقة الريفية